اشتركوا في القناة لمشاركة سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية التي أشادت بالدور البارز الذي يلعبه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عبر تدشين العديد من البرامج وتوقيع المذكرات خصوصا مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة والرامية إلى تحقيق التعاون البناء في مجال العمل الإنساني وتأهيل الأطفال الذين يعانون من التوحد التي حظيت باهتمام كبير في الوطن العربي وأكدت سمو الأميرة عالية بنت الحسين أن دور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يؤكد اهتمام سموه الإنساني في مملكة البحرين متمنية أن يواصل الاتحاد الملكي هذا الدور البارز في مواصلة تأهيل وصقل الأطفال الذين يعانون من التوحد واستعرضت سمو الأميرة عالية بنت الحسين العديد من التجارب الخاصة بالأطفال الذين يعانون من التوحد مرحبة بفكرة توقيع مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة القادمة من جانبه نقل الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة تحيات وتقدير سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي إلى سمو الأميرة مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به سمو الأميرة في تأهيل وصقل الأطفال الذين يعانون من التوحد عبر علاجهم برياضة الخيل والبرامج المتنوعة التي قدمتها سمو الأميرة طوال الفترة الماضية التي كانت مصدر إلهام للعديد من الدول في مختلف دول العالم وأكد الدكتور خالد أحمد حسن أن الدور البارز الذي قامت به سمو الأميرة عالية بنت الحسين يعتبر عملا إنسانيا مميزا في تأهيل الأطفال حيث حققت العديد من المدارس والأكاديميات استفادة كبيرة من برامجها المتنوعة وبحث الدكتور خالد أحمد حسن والوفد البحريني سبل التعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية عبر توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين بما يتوافق مع تطلعات ورؤى القيادة الحكيمة في البلدين حفظهما الله وشهد الاجتماع مدخلات من أصحاب الإصطابلات البحرينية الذين استعرضوا تجاربهم مع الحالات الخاصة بأطفال توحد وفي نهاية اللقاء المرئي تم تقديم هدية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى سمو الأميرة عالية بنت الحسين قدمها الدكتور خالد أحمد حسن وتسلمتها أمين سر الاتحاد الملكي الأردني للفروسية ترجمة نانسي قنقر